السلام عليكم ورجعتكم مع انطباعات دراك كومبول خلونا نبدأ طبعا قبل أن تغفل الانطباع لكل عشاق الأنيمي والجيم والحفلات والكوميك والتجمعات والأوتاكو بشرة سارة لأهل الكويت كوميك كوم في الكويت الويكند هذا يوم 19 و11 مارس يعني خميس وجمعة وسبت متجر اي اي شو رح يكون موجود و اي اي شو رح يكونوا موجودين اول ما تدخل اليمين كده بتشوفناه لكن الأهم من هذا الحفل في مشاهير كثير في تفاصيل كثيرة في احداث خطيرة مسوين شغل بطل 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 يعني رح يكون شي قوي حلو حلو في الكويت رح يصير رح نسوي عنا حلقة خاصة عنه ماجد عشان نعطيك كل التفاصيل ايضا الحين في مربع الوصل يبغى يشتري التذاكر وفعلا فعلا يعني اشجعكم لكم تشترون التذاكر لانه رح يكون شي جميل رح حطلكم مربع اه مربع الوصل حطلكم وفطف تدخلون عليهم وتشوفونوا تظلوا الحلقة الخاصة مني انا ما ادو احين خلونا نجح الى دراجون بول انا ما ادو من ناطالة هنا بس طالعتين مهم حرب الاكوان امتاع زينو ساما عرفنا اسم خاصم غوكو اسمه بيروغامو الكاسر او الجبار او ما ادو ايش ليش حطوا الكاسر في ترجمة العربية لكن بيروغامو اول ما بدأ بيروغامو كنت اظن ايبي يسلب الاضوار ليش لما تدخل القتال وتشوف ان الجماهير ساكتة اقوى شي تسوي لنفسيتك انك تخلي جماهير تشجعك واذا انك عارف انها تشجعك بسبب تحاري زي اللي سوا بيروغامو في البداية تخليها تكسب نفسية اللي ضدك فالتوقع هذا حق ينكسر من البداية بيروغامو فعلا كان شايف ان غوكو شي سيء ومحتقر الحكام من طريقة تواصلة مع زينو من طريقة تواصلة مع الحكام الثانين وغوكو قال انتشوفني شي سيء حبيبي لا تقل لي مسح اكوان بمسح اكوان تعال ورني القوة انا اكون معك صريح يا غوكو انا مع بيروغامو اللي انت قاعد تسوي شاب اللي كذا حكم عليك انك شرير انك شريطان انا انتشوف انك تسويه شاب بيروغامو سوى تصرف نبيل لما طلب انه خلوني اقتل الشر هذا واعفوا عن الاكوان زينو عفوا عن الاكوان زينو لما سوى كذا كسر توقع عند بعض الفانز في بعض الفانز يتوقعون انه كلا نسى اسمه بويز انه بويز هو اللي متحكم بزينو متلاعب فيه فقط يقول هذه اوامر زينو اوامر زينو بينما هم هم اللي متحكم هنا زينو لما اقال اوكي وافقت على شرط بيروغامو ونفذو لللي قاله وهذا مني انا يا زينو خلاص انا وافقت وانت يا غوكو وقال وذاك راح نقله الصورة بس بطريقة رسمية اثبت فقط انه حاجب لا يتدخل في قرارات زينو زينو هو صاحب القرار الاول والاخير فهذا غير التوقعات اللي حطوها الفانز بدأ القتال بين بيروغامو وغوكو وبوكس صراحة بوكس بوكس وخاصة القوة بيروغامو اللي هي اخذت القوة غوكو لما تحول السبراسيان جاتني حماسة ما دي الوضعية هذي حق السبراسيان حلوة بالنسبالي لانه فقط موضعية جبارة وقوة خارقة وتحول وهالاشي انا احبها انها تخرج قوتك الخارقة تخرج القوة الجبارة اللي فيك وايضا تخرج عزيمتك القتالية وتتحول في نفس الوقتة يعني خلاص انا ككلاسيك من عشاق الكلاسيك هالاشيات تعيدني ذكريات كثيرة تدمج 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 تفجرني فلما تحول سبراسيان خلاص ففعلا فيه تحولات ثانية قوية وجبارة عند غوكو بس هذا اول تحول شوفناه في داقون بول زيد هذا اللي خذ فيه فليس اكفوف على وجهه لما خرج التحول هذا من غوكو خلاص انا عواطفي كذا انطلقت يعني كأن غوكو كذا اطلق الكيل حقه وسحبني معاه في الشاشة من زمان احنا نبغى هالشي دخلت وياه اوه بودل بوكس البوكس البوكس ومن يعطي هذا القوة يمتصها داخله ويقوى لكن طريقة القوة انه يكبر حجمه ونزيد قوة ضربته قولكم اش لاحظ بعدين حركته وسرعته وخبرته ما تطورت وهنا المصيبة مهما كانت قوتك ومهما كان استعدادك اذا انك تجرب شيء جديد لأول مرة عليك مهما كانت قوته اوهو لكن ما في توافق بينك وبينه وما عندك خبرة وما عندك سرعة في التطور له مصيبة بالنسبة لقوكو هاد اولا شيء قوكو متعود على القوة والسرعة هذي فقاكو قام يزيده 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 لينصار نقاط ضعفه قدام قوكو مو بولز اي بولز اي اللي هي نقطة التصوير الصغير وهالي يسمونها بولز اي مش بولز اي لا يا حبيبي كبير اي يعني شي كبير كبير اي جابه في كل مفصل ضعيف جابه وكل نقطة الضعف ويكبر اوكي انا ابيك تكبر ابيك استوعب 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 كل قوة استيعابك هذي متى وين توصل وين توصل اوكي سبا سيان بلو انتهى الموضوع خذ القوة الكبيرة الحنواني كيف تتحكم فيها ما قدر جسمه ما قدر وعطاه الكيوكن خلاص قضى عليه ما قدر يستوعب وين بتروح انا كسيان اتحمس في القتال في المنافسة انت وين بتروح خلاص هنا انتهى القتال وبنبدأ في عشية جديدة باش رحها الحين لكن قوكو قالت اللي قاتلت فيها موش قوتك هذي قوتي ذكا مستعجل وما يبي يخرج كل قدراته احنا الاقوى ليش اخرج قدراتي على هالكون الفاشل انا الاقوى يشوف نفس الاقوى فقال لقوكو مثل ما قال الهيتو انا ما اشفت قوتك يعني كعنا في قتال انتقام في الحلبة الجاية هيتو والحين بيرقامو وكل واحد فيما عنده قوة خيالية ما اظهرها من قبل نجي الحين لنقاطك كنت اقول لكم عنها ان الكاتب يستخدم نقاط خرجت من قبل في الحدث هذا بيرقامو لما ياخذ قوتك مهما اخرجت من الكي والقوة والضرب فيه تزيد قوته نفس اللي صار في الكهف التدريب اللي راح لقوكو كورران اخذ الكاتب جزء منها بسيطة انه مهما اخرجت من قوتك وقوتك راح تزيد قوتي وقوتي لكن قوكو هناك عافنا ما خلاص هي نفسها قوتي مو حاوية مستوعباتها هنا لا حاوية بشو بحاويتك كله وين بتستحمل لكن كنت اتوقع ان بيساوي ان بيقل القوة بيوجه ضربات قاصمة لا هو زاده القوة وعطاه الضربات القاصمة الخفيفة وهنا عرف قوكو كان فيه ينزل قوته بشكل انه يكشف دفاعه فعلا مو بتكشف لي دفاعك لا انا اكشف دفاعك وعطيك الكيوكن اقضي عليك شنو الشي اللي يعني انا قلت لك الحين الاشي رهيبة الجبارة لاثارة حماستي شنو الشي اللي انا ما كان ودي النيسر معانا مش سيء لكن ما كان ودي النيسر كان ودي يخليلي حماستي اكثر وهنا الكاتب دائما تاري يمكن يستعقني بعدين يقولنا هالشي اللي انت كنت تشوفها شي جبارة ولا شبارة هو شي اقوى منه كان ودي ان الكاتب يطلع لسباسيان 3 اشتقت للوضعية هذي الوضعية هذي اللي بنين عليها امال قوية يعني ما اخذت حقها زي سباسيان سباسيان 3 كنت بيشوفها تطلع ويقول يعني اوكي انت كده وانيش بتسويه الحين ولا زال عندي اكثر لكن الكاتب هنا اضطر ان يطلع سباسيان بلو الحاكم عشان يوري الحكام كلهم ترى انا في مرتبتكم انا مو بقعد اطاول عليكم انا مو بقعد استهزع فيكم انا في مرتبتكم خلاص وصلت لها لكن انا راضي بمنزلتي كمقاتل وليس كحاكم فسكتهم لما اظهر صج مبصج صج مبصج خلاص ابهارهم كان ودي اقولك سباسيان 3 لكن كان لابد من خرج سباسيان بلو الحين الكاتب شو بيسوي في الحدث اللي جاء يعني هل لما تندخل صراع الاكوان القادم بنشوف شي خيالي هذي حلبة ترضى زينه لكننا بنشوف الحلبة الجاية هل في شي اعلى من سباسيان بلو بيطلع على الكاتب اتمنى طبعا في النهاية تكلموا عن الحلبة الجاية وانها واحد كون بنظام البتل ويال يعني قتال جماعي الشاح بكل بساطة المهزوم هو اللي يطلع من الحلبة ممنوع الطيران والباقي مثل حلبات الثانية اللي هو انك ممنوع تستخدم شيء ما لا علاقة بمهارتك واذا مهارتك في طيران ممنوع الطيران والهزيمة الوحيدة ان خصمك يطلع من الحلبة لكن ترى هذا اسوأ من الموت انت ممنوع تقتل خصمك صيج بس اللي انت بتسويه لما تطلع من الحلبة اسوأ من الموت في عالم الفناء عالم الصفر عالم اللا كون اسمه كذا العالم الخالي تذكرون زينه لما دمر الكون بعد زا ما استم في العالم الخالي لو لا عودت قوكو لو لا كانت تم ضايع فيه خلاص عالم ممل ما في شيء ما في شيء ما في اي نوع من انواع المواد يعني اذا ما عندك قدرة الحاكم بتموت موتها سيئة جدا فعالم خالي لو طحت اللي اذا كان بيصومون تسبل خاصة للنجاح فكيف تثبت انك الكون الاقوى او واحد انك انت بس عندك تيموارك وتخرجون الاكوار الثانية كلها من الحلبة وتستمر القتال ثمانية وابعين دقيقة واللي هي تيك تيك او تيك توك العديد قل прошائكم ومسي's ثم التوصول يتم فريقتك او نحسب الله الاكثرية هو الكون الفائز والبقية يمسحون معده أربع أكوان محددين لن يتم مسهم هنا تدخل الباديغارد حق الجوكر اللي يشوف نفسه فارس العدالة وناوي يتقاتل مع قوكو تصرفك فارس عدالة تصرف مشين لم يأذن لك أحد بالكلام لم يأذن لك أحد بالتدخل كان ودي أقول لك أنك أقليت الأدب لكن طالما قوكو موجود قوكو موجود وسوى أسوأ منك ايه زنشان ايه شباب يعني إذا اعتبوا عليك هم يصور قليلين أدب إذا اعتبوا عليه يصورهم قليلين أدب مخلين قوكو تعتبون على ذا؟ خلوا فهو يشوفنا تصرفات قوكو شريرة شيطانية يعني ما تكلمت أنا من قبل وقلت أن أنا شوف تصرفات قوكو شريرة وشيطانية كم مشاهد ما أدي أنت يا الكاتب شناوي عليه وما أدي قوكو شناوي عليه وما أدي زينو شناوي عليه وما أدي عبويز شناوي عليه ما أدي أنا حالي حال البقية اللي قاعدين يطلعون و لما تضط نفسك داخل المسلسل و لما أقول لك عواطفك و أخير نفسك انك شخصية داخل المسلسل و لما تكلم قلت قوكو شرير أو شيطان و قوكو هو الشر القادم حسب ما رسم لي كاتب الأحداث داخل المسلسل و أنا عشت داخل الأحداث فأطلقت حكمي الآن كل داخل المسلسل الكاتب هو كاتب كلامهم هو الذي كتب سيناميوهم فكلهم قالوا نفس الكلمة هو قوكو هو الشر؟ قوكو هو الشيطان الذي يجب ان يقضى عليه قوكو قال اذا اشوفونا انا ش Kraft الشيطان وهوني ش عندكم تعالوا كل كلم يللا وهوني ش عندكم شلولي يناوي عليه قوكو بعدين شلولي يناوي يسوي كوكو بعدين شول المخرج 16 ليحطه الكاتب بعدين شلولي يناوي يسويه زينو و لا أبويزو لا أي أن كان الي بيدخل بعدين ما أدري أنا أحكم على الأحداث الحالية حكمت بعاطفة الحدث غير عاطفتي في ، في شي يسمى عاطفتي كناقد في شي اسم عاطفتي كمشاهد وفي شي اسم عاطفة الحدث لما واحد يقولك كعاطفة لازم نحدد شنو نوع العاطفة يمكن هذا شي انا اخطأت فيه ان انا ما حددت شنو نوع العاطفة اللي خلتني اتكلم انا اتكلم عن عاطفة الحدث عاطفة الحدث يعني عاطفتي كشخص داخل الحدث اشوف ان اللي سواه قوكو شر وبيني وبينكم صاحة تغلبت حتى على عاطفتي الشخصية وعاطفتي كناقد بعدين لان الكاتب استمر 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 حتى درجة في الحلقة هذي اكدها خلا شخصيات تقولها فطبيعي اني اقول انه قوكو شر والشيطان لانه قاعد عشان يثبت قوته يقل احترام الغير عرض حيات الغير للخطر مادي شنو يوصل له لكن واضح من كلام قوكو انه عنده شي بيسويه وننتظر نشوف شنو يتسويه قوكو اتمنى انطباعي اذا عجبكم ننتظر الحلقة الجاية والجبارة قوكو معتمد على قوهان كحرب جماعية من بيجيب معاه قوكو مادي صراحة لكن لازم يجيب معاه قوكو ناس يتمكن من العمل الجماعي معهم ويتعاون معهم مافيها الحين الزالي الحالي لازم يكون عمل جماعي في الحرب الجاية ننتظرها ونشوف شكرا جزيلا ايضا لكل من دعم قناتنا على البيبال وفوق البيبال الاميل نوجو دعم القناة اما على البيبال او او على الاميل لتطوير مستوى القناة من تطوير مستوى جادتها وأيضا شكرا جزيلا لكل من دعمنا بلايك ويلا همتكم يعشاق دوغنبول يلا يعني الحلقات الانطباعات الثانية نشوف اللايكات فيها اكثر من اللايكات دوغنبول وانا اقول نقدر نشوف ان دوغنبول تكسر اللايكات في الانطباعات الثانية تكسر مشاهدات اتمنى يلا يعشاق دوغنبول ابي يعني خنشوف هل نقدر نكسر انطباع دوغنبول الانطباعات الثانية فوق ال 10 الاف لايك والمشاهدات تضرب فوق ال 50 الف تقدرون تسوونها انا واظق انكم تقدرون تسوونها وباستناكم تسوونها وبالنهاية نقص كلنا سوا مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفق و أعطب إليك يفصل الشير واللايك و سبسكوايب نشوفكم